اشتركوا في القناة 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 المسألة دي الصراح ماشي الاستثناء وماشي اولا وماشي اخيرا وماشي اخر واحدة غدت تاخد الصراح الاعتبار الامور الجماعية اللي كانت متروحة امام القضاء يعني انا بالنسبة لي كيفما كنقول المتابعة تصل عقوبة دي ليلة خمس سنوات مسألة الصراح صعيب جدا في اطارها المتابعة خصوصا الملف لم يتم مناقشته بعد امام القضاء يعني طلبات دي الصراح كان طلبات عارضة مرة لولا تعرضت على الهيئة فتم البدت فيها برفض الطالب مرة الثانية تعرضت على الهيئة اخرى فتم مدها بالصراح وهذه قد تبقى سلطة قدرية بالنسبة للقاضي من الجانب الانساني الاجتماعي حيث وخنكون انا مشتاكي واحترف مشتاكي به ولكن مني غتعرف بان الحيطية الاجتماعية او الانسانية لانها مرضعة وانها دارة ديعة تحتاج الاعالة فانا مع الصراح لانك في مكان قوي الحال وخنكون مشتاكي رأى انا دائما يحضرني الجانب للدفاع كما في علاقتي بالوضع كامل والامور كاملة والصور وبالتحليل الوضع كامل فانا مع القضاء اينما ولا وجهه على شرع الطرف الوحيد المظلم فضل منظومة كاملة رأى هي هاد المشتاكية والابناء ديالها لان مني كتكون فوحد دلتوا واحد العلاقة مع واحد طرف اللي عرفتي بانه متزوج بواحد تحايل بواحد تدليس بواحد ابتزاز بواحد تهديد كتحاول انك تستدرج لك الطرف الآخر بأي شكلين وتلتقت لي واحد الصور في واحد الأوضاع ومن بعد اللي غيرت تستغل لها فكبالية بان احنا هم الضحايا في المنظومة كاملة للأسف اننا احنا ما خرجناش في اللول الصحافة ما حاولناش نوضحه احنا للرأي العام حقيقة الأمور نستغلو هاد الامر هذا استغلوه بواحد الوسيلة اللي هي بشعة جدا مستفزة بالنسبة لنا ولكن كنا كنا نحتاكم احناية بانا النقاش ما كيكونش في الشارع نقاش من الفاتح كتكون عادية او بحقوقية حتى حقوقية كتكون داخل المحاكم وكتكون بجلسات وكتكون بحضور جميع الأطراف وتاب حضور الصحافة بحكم انها جلسات علنية وبالتالي كل واحد عاد كيكون القناعة دياله اللي ممكن انه يطرحها بموضوعية وحياد للشارع قاع متالان باش نعتبرو احناية واحد الوضع اللي ممكن يطرح الشارع رمأنه وميلف عادي جدا فكتطرحوا باش الناس كجدت وازن كتعرف علاش هاد سيدة تعتقلات علاش دارس هاد المتابعة علاش كانت في حالة صراح شنهي الوطائق اللي قدموه جميع الأطراف باش كتوضح حنا تعرضنا تعرضنا لعنفين اولا العنف اللي قنام عاد الأسرة هادي اللي هما ملفين انهم ناس معتادين على وروج محاكم بهتشكل هذا ناس اللي عندهم ملفات وعندهم صوابق وعندهم ناس بقى عندهم في معتقالين في صارقة الموصفة جنايات ناس اللي عندهم متابعات اللي كتخرج واحدة وقدر تصريح محاولة استفزازي وهي وهي معتقالة وهي دوزة عقوبة حرسية في القوادة فعيب انك قد يتنزل واحد المستوى اللي غاتتبحت مع واحد الناس او غاتتحدتهم اللي يرتادون المحاكم بجناحين وجنايات لك شلاش نتوجهنا القضاء ما خليناش نحن يزعم الأمر ان نطرحه الصحافة ونوضحه مني بالينا وانا شخصيا بنا الأمر اصبح يحتاجوا لي شرح فأنا فعلا قلت خاص الأمور تضح مادم هاد الناس هادوا فضلوا انهم يفتريشون هاد الميل في هذا للشارع فسوف نكونوا طرفا فيه في هذا الوقت هذا وغنحطوا تحناية الشارع بالوسائل اللي هي تحاكو ضد ديانا لمن ناحية الصور ولم ناحية المتابعة ولم ناحية الأوضيوهات اللي ما زال كيرتاكبوا فيها الجنح فهي الصحافة أصبحت ترتكبوا جنحا خطيرة في حق المواطن المغربي انتهاكا للدستور وانتهاكا للقانون الجنائي وانتهاكا للقانون الصحافة انا ما عرفتش انا كنقول بي انا منك تكون شهائمون الضمق قانونا من العادي ان واحد المجلس الغطاني خاص يتحرك لان الوضع لم أصبح يتحدث عن صحافة وضع أصبح يتحدث عن شهير وضع أصبح يتحدث عن هتك عرض الناس ووضع أصبح يتحدث عن ارتكاب لجرائم ومع ذلك سوف نتوجه القاضاء في هذه النقطة ما عنده تشع علاقة نهائيا بش عرف بي أن الأمر كله أصبح زعماكي كيروج بأنه غير عادي فهو لو الناس يلفقوش أمور هي غريبة جدا هو كان في ذاك الحزب من بعد قدم الاستقالة في 2015 ما عنده تشع علاقة حاليا بي حتى نتصرح الديل اللي كتكون فضاء التواصل في واحد الواقع اللي كتكون معينة داخل الحزب يعبر عنها بكل موضوعية يا معايا برّف يا كدك أي مواطن مغربي ولكن الناس التي تحاول إقحام هذا الحزب لأغراض سياسوية فاستغلون نحنايا كأرضية فترشون نحنايا للشعب باش أنهم يتغطوا إلى واحد الجهة أو أنهم يحاولوا يهينوا واحد الجهة أو أنهم يوصلوا واحد الجهة اللي مقدروا يوصلوا لها بواحد الوسيلة اللي هي عادية وهذا شي غير أخلاقي وغير مهاني وما عنده تشي علاقة متنسوش تابنوا وخلاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالتريس وتبرتجوا مع أصحابكم